بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بالإخوة الكرام طبعا سنرى هذه القصة هنا عندنا كما نقول صيدون 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 كما نقول فريد أحيانا نتكلم عن المفرد نتكلم أيضا عن الجمع جمع كلمة أو مفرد كلمة إذا نتكلم عن المفرد هنا طبعا نتكلم عن صيد ليس مثله صيد إذا نتكلم عن واحد صيد ليس بحاله و Some احيانا نتكلم عن ناحقة صيد ليس بآджة أنا استقامل و آغدن يسى استقامل شكوز اهستizon من أمرها أمصار ملم يسير ذلك وحظهي بعد رجمهم مانورها صعب نعرفه في دحولة صعب نعرفه في دحولة وحظهي على التنسيق لا أعلم ماذا لا تتعرفون لدفق الطقاب جزوجي الملك الملك فيا أجل قد يقولت أنه قد تعرف الشباب وليس أنه كان أصبحت للغاية في نانسية إلى المروروين لكن لا يوجد لديوه الماركين يعني المرور أو البعث سترقى أن السماوات وقت نحن عود بعد نحن نور الان وضع ن disable ان يتجابع محتران المزيد 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 مزيد المزيد 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 الس المزيد 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 إذا نتكلم عن أحد الأشخاص الأغنياء إذا نتكلم عن أحد النبالاء نتكلم أحيانا عن طبقة النبالاء إذا نتكلم عن طبقة من الناس أنها تكون في سعة من أمرها أنها تكون غانية إذا هنا نتكلم عن طفل أنه كان في خدمة أحد النبالاء أحد الأشخاص الأغنياء كما عندنا هنا جاتوا سيرفيس طبعا لسيرفيس المقصود به الخدمة نتكلم عن لسيرفيس يعني الخدمة ومنها مثلا لغرب سيرفير أنك تخدم شخص سيرفير كلك سيرفير كلك أنك تخدم شخصا جاتوا سيرفيس دون فيو ماركي أنا كنت في خدمة نبيل موسين نتكلم عن أحد الأشخاص الأغنياء الموسينين نتكلم عن طبيعات كما نقول كنا نقوله تخيريش أنه جيد دو غاني المقصود أننا كنا نقول عنه بأنه جيد دو غاني كلي مواء كل الشهر المقصود هنا كل شهرين إلى علي الغافيل إذا كان يذهب إلى المدينة أتوشي دلالرجان أتوشي دلالرجان طبعا لو ذارتوشي ممكن أنه يعني لماسع لماسع ممكن أنه يعني أترى أنك تؤثر على الأشخاص أنك تلامس مشاعرهم وممكن أنه يعني كما عندنا هنا أن تكتسب مالا أن تكتسب مالا أنك تتقاضى مالا إذن نتكلم عن نظام توشي كما عندنا هنا توشي دول عجو وممكن أن هذه الكلمة أيضا تأتي اسم نقول مثلا لتوشي يعني اللمس ولها معاني تقريبا قريبا من هذه المعنى كل مواء كل شهر كما قلنا كل شهرين إلى العلافين وكان يذهب إلى المدينة بورتوشي دول عجو لكي يتقاضى مالا مي برسون نافي جامي في لمركي غبورتني ساك نيبورس ولكن لا أحد مي برسون ولكن لا أحد نافي جامي في لم يرى قطن لمركي لم يرى هذا الرجل الغني غبورتني ساك يجلب معه لا كيسا ما كانش يجيب معه لا ساك نيبورس ولا حملت نقود طبعا كلمة بوغس ممكن أنها تعني منحة لها معاني أخرى طبعا لا تكرم أحيانا على بوغس يعني لا تكرم على البورسة أحيانا ممكن تعني نقود ممكن تعني نقود أو ممكن تعني حمالة نقود تنتكلمه على البسطان يعني ما تيجيب معه لا كيس ولا بسطان أين كان يضع أمواله؟ إذن هو كان يدبئي المدينة ليجلب معه أموال ليتقاد أموال ولكن في نفس الوقت هو لم يكن يجلب معه لا كيس ولا حملت نقود أين كان يضع أمواله؟ كون متأتي لصنعجان؟ أين كان يدبون وفي مساء إنما نرونيون نحن كنا نعود أتخابير بوغس يعني وسطة وسطة الغابة كما عندنا هنا كما رأينا في مسابق عد السيغة أتخابير يعني وسطة يعني كما نقول عبره عبره إذن أين كان يدبون وفي مساء إنما نرونيون كنا نعود الإثار سوف نرونيون وفي مسابق عد نعود أتخابير بوغس يعني كما يدبون نحن كنا نعود أتخابير بوغ من خليل العبر أو عبر العبر المعركة الأقوال يدبون إذن رجو النبيل كانا الامام كانا أوف الامام المعركة الأقواليون موى دERيهر وإنه كنتو خلفاؤ أدمرون يعني كما نقول عاشقا عاشقا لبندقيات رائعة جميلة إلى غير ذلك نقصد هنا بأنه كان يعشق كان يحب هذه البندقية إذن أدمره طبعا هنا لدينا الورب أدمره يعني أنك تحب شيئا تعشق شيئا إلى غير ذلك أدمره 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 فيزي إذن كان عاشقا لبندقية رائعة كل قاعدة كوستامو التي كان يحرصها كوستامو بشكل مستمر كما نقول بشكل تابت كوستامو يعني باستمرار أنه كان يحافظ على هاد البندقية بشكل دائن أدمره 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 فيزي كل قاعدة كوستامو إذن عاشقا لبندقية رائعة كل قاعدة التي كان يحفظ لدينا الورب قاعدة كوستامو بشكل دائم طبعا كلمة بندوليار كما تلاحظو تتضمن كلمة بوند بوند شاريت هنا نتكلم عن بندوليار المقصود بحمالة سلاح حمالة سلاح توضع في البندقية أو يوضع فيها سلاح آخر أو توضع فيها أشياء أخرى أو توضع فيها أشياء أخرى إذن هنا نتكلم عن شبه شاريت وتضع فيه البندقية ثم يوضع على الكاتف إذن هنا أدمره 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 كل قاعدة كونستامو أدمره 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 إذن عاشقا لبندقية جاملة التي كان يحفظها باستمرار باستمرار أدمره أدمره كانوا يلتقون أرناباً أو كانوا يلتقون كما رأينا كانوا يلتقون حجل كانوا يلتقون حجلات في الطريق الطفل وهذا الرجل الغني كانوا يلتقون فالغالب كنا نلتقي اللابن نلتقي أرناباً أو دي بردري أو نلتقي حجلات حينا إدين لمركي إبولي أجستي إدن إبولي المقصود بأنك تساند طبعا نتكلم عن الإبول الإبول يعني الكاتف كمان نقول أنك تكاتف شخصاً المقصود أنك تساعده بكاتفك بعضلاتك هنا إبولي المقصود بها أنك أنه كان يضع البنتقية على الكاتف أي شخص مثلاً سياد يريد أن يصطاد بالبنتقية إذن هو أولاً يضع البنتقية على كاتفه ثم يصوب إذن هذا الذي عندنا هنا لمركي إبولي كمان نقول بأن الرجل النابيل أو الغاني إبولي كان يكاتف المقصود أنه كان يضع البنتقية على كاتفه أجستي ثم أنه كان يصوب نقول عن شيء بأنه جيست يعني أنه صحيح أو صواب أو مضبوط إذن المقصود أنه كان يضبط يضبط توجيه هذه البنتقية نحو الطريدة إذن كمان نقول بأنه كان يصوب أجستي إذن هنا عندنا لمركي إبولي هنا عندنا لمركي أجستي إنو تغيبا ولكن في الأخير أنه لا يقدف إنو تغيبا أنه كان لا يضرب كان لا يقنس إذن كان دائما يلتقي أرانيب يلتقي الحجلات يضع البندقية على كاتفه كما أنه يريد أن يقنس هد الأرانيب أو هد الحجلات ثم يصوب ثم يصوب نحو الأرانيب والحجلات إنو تغيبا ولكن كان لا يضرب رغم أن هد الأرانيب والحجلات تكون قاربة مثلا منه لكنه لا يضرب إنو تغيبا طبعا أكيد بأن الطفل لن يفهم إذن هذا الذي يقول هنا كما يقول هنا لم أكن أفهم شيئا أنا لم أكن أفهم شيئا طبعا المقصود بها القيادة نتكلمتنا على يعني أنك تقود السيارة ممكن أنك تقود قافلة طبعا هنا ممكن أن الإنسان يقود نفسه المقصود أن الإنسان يتصرف بمعنى آخر أن الإنسان يتصرف إذن هنا المقصود تصرف هد الرجل لا أفهم شيئا في السيارة لم أكن أفهم شيئا في السيارة قبل أن أفهم شيئا في ساعة تحديث ومن تتتي فيها مرحبا ما أعينيه وفي إحدى المرات هنا عدنا لغرب أحيانا نتكلم عن لغرب يعني في الوجد ولكن هنا عدنا لغرب عدنا أولا نقول مثلا نحن وجدنا ولكن عدنا هذه الثانية هذه ديال نقول هات سو هي هات نو تتصرف معنو إذن نتخوف عام نحن نجد أنفسنا نحن وجدنا أنفسنا على طمبي وفي إحدى المرات وجدنا أنفسنا على طمبي دولانوي عند سقوط الليل نحن وجدنا أنفسنا وقد وقد نزل الليل وقد دخل الليل وقد أصبح الحال مظلما على طمبي دولانوي إذن نتكلم عن سقوط الليل المقصود أنه أصبح وقت الليل جست المواتي ديشما دولافيل أوشاتو أصابنا الليل جست المواتي يعني بالضبط في منتصف بالضبط في منتصف ديشما في منتصف الطريق دولافيل أوشاتو من المدينة إلى القصر من المدينة إلى القصر إذن هو كان يعود من المدينة داعبا لقصره فإذا بالليل يصيبه في منتصف الطريق ولم يستطيع إكمال الطريق لأن الحال أصبح جيده مظلم إِلْ فُّوا ديسيدي كُنَنُوزَارِتْرِيوْهُ شَيْ مُنْ أَنْقل إِلْ فُّوا ديسيدي إِلْ فُّوا ديسيدي إِلْ لِلْ وَقَرَّرَرَ طيبا نَعْدْنَا لَوَرْبَ ديسيدي إِلْ لَعْدْنَا لُكْسِلِيَفْ -'اتْرَ مصرافل لَوْبَسِيسَمْلِ لُسْ لَوَقَرْسِيپَةِ فدو verbe ساريتي إذن هو قرر كنونو ساريتيون بأن نتوقف بنفس الطريق هنا كما تنشوفو عدنا نو نو ثم عدنا أغيتريون عندنا الفرب أغيتي ولكن عدنا هادسوا أي تصرفات مع نو اعطتنا نو إذن ولت عدنا نونو ساريتيون إذن هنا عدنا في الحقيقة هنا في الحقيقة عدنا لوفيرب ساغيطي ساغيطي إذن نقول ساغيطي توقف إحنا ما تنتكلموش على لوفيرب يعني أنت توقف شخص آخر بلنا تكلم على لوفيرب ساغيطي يعني أنت توقف نفسك المقصود بأنك تتوقف إذن إذن هو قرر بأن نتوقف بأن نحبسه في الطريق نحبسه في البلاسة عند عمي إذن أكيد بأن عم الطفل هنا يوجد في منتصف الطريق بين المدينة وبين قصر هاد نبيل إذن هو قرر باش يباتو عند العم ديال الطفل إذن الغرف الغرف نتكلم عن غرف المنزل عند عم الطفل كونها كونها في حالة سيئة إذن طبعا الغرف أنها كانت في حالة سيئة كان يتوجب النوم ألا كوزين في المطبخ إذن الطفل والرجل الغاني عند عم الطفل سينامون في منزله ولكن سينامون في المطبخ سينامون في المطبخ لماذا لأن الغرف كانت في حالة سيئة ألا كوزين في المطبخ إذن الطفل والرجل الغاني إذن الطفل والرجل الغاني إذن الطفل والرجل الغاني كان في أريكا سينام في الأريكا كما تلاحظوا في الصورة ثم سينام في المطبخ سينام في المطبخ وأنا على كرسي بدون دارين ولا دراع نتكلم عن إسكابو إذن نتكلم عن نوع من الكراسي لا يوجد له دار ولا دراع في المطبخ سينامون في المطبخ عمي دخل مع صنفزي دخل ببندقيته إذن عم الطفل أيضا عنده بندقية إذن عند منتصف الليل من أنكل مع صنفزي إذن عمي دخل ببندقيته موووين 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 وهو ناضرا لي وهو ناضرا لي شافني من آخر موووين يعني شافني وهو يراني موووين موووين إذن العم يقول لي ابني أخيه يقول له بوتي طبعا هنا سنفترض بأن كلمة انكل تعني عم هي في الحقيقة كما ذكرنا فيما سابق ممكن تعني الخال ممكن تعني العم زوج العم ما زوج الخالة إذن لا معنى أخرى هنا سنقول بأنه العم إذن هنا العم يقول لي ابني أخيه مثلا بتي يعني يا ساري أخيه أخيه كلمة بأن أعلمك طبعا نتكلم هنا على الضعب أبخند في العلم كو جات أبخين بأن أعلمك كمان كمان أنت أليف كيف نقتل أرنبا بريا كيف نقتل أرنبا بريا ماذا قال له الطفل ميزو نعبي بادوفيزي ميزو نعبي بادوفيزي ولكن أنا ليس عندي بندقية كيف ستعلمني إذن يقول له العلم بخونسولو دي ماركي خد لاتي لي الرجل نبيل رجل نبيل طبعا نائم إذن العلم يقول للابن خد بندقية الرجل إذن بخونسولو دي ماركي خد لاتي لي الرجل نبيل إذن كما قلنا نو نتروفم على طبي دولانوي justo أموتي الطفل للموعة و Ruسي تتجاه لشياركي في نحن ننقل كيف ننيع رجل كيف ستتحدث لما كانت أنها هي في الأطبع يجب أن تريد كيف بين كيف ستعلم في وضع كيف ستعلم في شعف هو بالتداء وانت، كل شعب بعد النهو ستعلم وانتظار كيف ستعلم كيف ستعرف كيف ستعلم كيف ستعلم طبعا في الفقرة القادمة سنرى المفاجأة التي ستحدث إذن نكتفي بذل قدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله